السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نور إدريس إن شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي عن الجزء الثالث والأخير من درس التباديل والتوافق بداية الأسئلة الكلامية اللي أنا بقدر أحلها على التوافق والتباديل عندي قاعدتين كثير مهمات بقولنا القاعد الأولى إذا كانت عندي اختيار مجموعة جزئية مرتبة يعني أنا مرتب لي الخيارات الأمامي من المجموعة الكلية بحل التباديل إذا كانت الخيارات اللي بدنا نختارها بطريقة مرتبة بحل السؤال تباديل بقولي إذا كان اختيار المجموعة الجزئية بطريقة غير مرتبة أو بيقولي بدون ترتيب أو مش محددنا نوع الخيارات اللي بدنا نختارها من مجموعة كلية بحل السؤال التوافق نشوف كيف بمثال أنا بالمثال الأول بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من رئيس نائب للرئيس وأمين صندوق هون بكون عندي فيه ترتيب معطيني بده رئيس نائب للرئيس وأمين صندوق بما أنه مرتب لي الخيارات اللي احنا بدنا نوجدها بما أنه كان عندي بطريقة مرتبة لحل أشجي كل نوعه تباديل وزي ما منعرف فعندنا رمز التباديل أنا عندي عشرين طالب بدي أختار منهم رئيس نائب للرئيس وأمين صندوق معناة بده أختار منهم ثلاث طلع فالحل بكون لنا على القانون عشرين مضروب على عشرين ناقص ثلاث مضروب وتساوي العشرين مضروب هي عبارة عن عشرين ضرب تسعتاش ضرب ثمنتاش ضرب سبعتاش مضروب على عشرين ناقص ثلاثي عبارة عن سبعتاش مضروب بنختصر السبعتاش مضروب مع السبعتاش مضروب الجواب بالنسبة لنا عشرين ضرب تسعتاش ضرب ثمنتاش وهي هي بتكون حاصل ضربهم عبارة عن عدد الطرق اللي أنا بقدر أختار من خلالها لجنة بتتكون من رئيس نائب للرئيس وأمين صندوق من صف بيحتوي على 20 طالب نيجي على المسألة الثانية بيحكي لنا بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مؤلفة من ثلاث أعضاء من صف بيحتوي على 20 طالب هون بقول للصف بدي أختار أنا اللجنة مكونة من ثلاث أعضاء معناته أنا المجموعة اللي اخترتها غير مرتبة بمعنى مش طالب مني يكون عندي رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق زي المثال الأول هو بده بس ثلاث أعضاء من غير ترتيب مش محددين لنا ترتيب لهذول الأعضاء فالحل بيكون بالنسبة إنا على القاعدة زي ما حكينا إذا كان الاختيار غير مرتبة للمجموعة فالحل بيكون بالنسبة إلي توافيق فأنا بدي أحل باستخدام التوافيق عندي 20 طالب هاي 20 بنا نختار منهم ثلاث طلاب فبتصير عندي 20 فوق الثلاث باستخدام قانون التوافيق بتصير عنا 20 مضروب على ثلاث مضروب ضرب 20 ناقص ثلاث مضروب نفك العشرين مضروب 20 ضرب 19 ضرب 18 ضرب 17 مضروب على الثلاث مضروب قيمتها 6 ضرب 20 ناقص ثلاث 17 مضروب منختصر السبعتاش مضروب مع السبعتاش مضروب بالنسبة إنا الستة بقدر اختصرها مع الثمنتاش الجواب بالنسبة إلي ثلاث فبتصر عنا الناتج 20 ضرب 19 ضرب ثلاث وهاي هي عدد الطرق اللي بقدر اختار من خلالها لجنة مؤلفة من ثلاث عضاء من صف يحتوي على 20 طالب نيجي على المسألة رقم ثلاث بقول لي بكم طريقة يمكن ترتيب الحروف أنا بدي رتب هاي الحروف مش شرط بحيث أن لا تكون لها معنى معناته مش شرط المعنى بما إنه الطريقة فيها ترتيب الحل بدي يكون بالنسبة لتباديل هاي التباديل كم حرف عندي واحد اثنين ثلاث أربعة هو مش طالب مننا نرتب منه هذول الأربعة ثلاث حروف مش طالب منه عدد الحروف فبختارهم كاملين باجي بحكي عندي حرف حرفين ثلاث أربعة بدي رتب هذول الأربعة حروف ومش شرط يكون لهاي الكلمة معنى إذا كان ترتيبنا بعطينا جواب عبارة عن كلمة فبيكون بالنسبة إلي لام الأربعة فاصلة أربعة هي عبارة عن أربعة مضروب على أربعة ناقص أربعة مضروب الأربعة مضروب قيمتها أربعة وعشرين على أربعة ناقص أربعة سفر وهي مضروب السفر مضروب قيمته واحد فالجواب بالنسبة إلي أربعة وعشرين نجي على السؤال الرقم 4 بيحكي لنا بكم طريقة يمكن لخمس طلاب الجلوس على خمس مقاعد مرتبة وين ما نشوف كلمة فيها ترتيب أو كلمة مرتبة حل بالنسبة لي بيكون تباديل فباجي بحكي تباديل الخمسة فاصلة عندي خمس مقاعد وبيدي أختار خمس طلاب للجلوس على هاي المقاعد فبيكون تباديل الخمسة فاصلة خمسة باستخدام القانون هي عبارة عن خمسة مضروب على خمسة ناقص خمسة مضروب وتساوي الخمسة مضروب مية وعشرين على خمسة ناقص خمسة سفر وهي المضروب السفر مضروب قيمته واحد فجوابي بيكون مية وعشرين نجي على المسألة رقم خمسة بيحكي لنا بكم طريقة يمكن اختيار خمس طلاب للجلوس على ثمانية مقاعد مرتبة قلنا كلمة مرتبة معناها الحل بيكون باستخدام التباديل انا عندي ثمن مقاعد وبدي اختار خمس طلاب للجلوس على هاي المقاعد فبيكون لام الثمانية فاصلة خمسة وتساوي هي عبارة عن الثمانية مضروب على ثمانية ناقص خمسة مضروب الثمانية مضروب هي ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة ضرب خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة مضروب على ثمانية ناقص خمسة هي عبارة عن الثلاث مضروب نختصر الثلاث مضروب مع الثلاث مضروب الجواب بالنسبة انه بكون حاصل ضرب ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة ضرب خمسة ضرب أربعة نيجي على المسألة رقم ستة بحكينا ما عدا الطرق اختيار لجنة ربعية لجنة ربعية معناته انا بدي اختار أربع أشخاص من بين عشر أعضاء بدي اختار لجنة ربعية من بين عشر أعضاء مش محددنا وظيفة هاي اللجنة ولا مهامها ولا مرتبنا إياها فالحل بيكون زي ما حكينا باستخدام قانون التوافي انا عندي عشر أعضاء بدي اختار منهم أربع فبتصير عندي عشرة فوق الأربعة باستخدام القانون عشرة مضروب على أربع مضروب ضرب عشرة ناقص أربعة مضروب العشرة مضروب لو فكناها هي عبارة عن عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة مضروب على الأربع مضروب لو فكيتها أربعة ضرب ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد ضرب عشرة ناقص أربعة عبارة عن الستة مضروب هون في عندي اختصارات الستة مضروب مع الستة مضروب الأربعة ضرب اثنين بختصرهم مع الثمانية الثلاث بختصرها مع التسعة بتبقى عندي ثلاث فالجواب بيكون عشرة ضرب ثلاث ضرب سبعة عشرة ضرب ثلاث ثلاثين ضرب سبعة 210 معناته انا 210 طريقة بقدر اختار لجنة ربعية من بين 10 اعضاء لو اجينا على المسألة رقم 7 بقلنا بكم طريقة يمكن اختيار 5 اسئلة للاجابة عليها في امتحان الرياضيات الذي يتكون من 8 اسئلة مش ذاكرين كلمة ترتيب ولا انها مرتبة الحل توافيق باجي بحكي عندي 8 اسئلة بدي اختار 5 للاجابة 8 فوق الخمسة وتساوي هي عبارة عن 8 مضروب على 5 مضروب ضرب 8 ناقص 5 مضروب الثمانية مضروب 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 مضروب على الخمسة مضروب هي عندي 5 مضروب ضرب 8 ناقص 5 ثلاث وهي اشارة المضروب بنختصر 5 مضروب مع 5 مضروب الثلاث مضروب قيمته 6 فبختصرها مع الستة بتبقى عندي 8 ضرب 7 الجواب بالنسبة لي 8 ضرب 7 6 و 50 معناته انا عندي 56 طريقة بقدر اختار من خلالها 5 اسئلة للاجابة عن امتحان بتكون من 8 اسئلة نيجي على السؤال رقم 8 بقولي بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مؤلفة من رئيس انا هاي اللجنة فيها رئيس وفي عندي نائب رئيس وفي عندي ايضا خمس اعضاء خمس اعضاء لو اجينا بدنا نحل هذا السؤال زي ما حكينا هون في عندي انا للحل في عندنا رئيس وعندي نائب رئيس وعندي خمس اعضاء هاي اللجنة بده تتكون من اصل 20 طالب معناته انا عندي 20 طالب بدي اختار منهم رئيس نائب للرئيس وخمس اعضاء احنا زي ما حكينا في بداية درسنا اذا كانت المجموعة اللي بدي اختارها مرتبة الحل تباديل لو طلعنا على الجزء الاول من السؤال عندي رئيس ونائب للرئيس هاي الطريقة مرتبة حل تباديل انا بدي اختاري 2 من اصل 20 طالب لاني 20 طالب بدي اختار منهم رئيس نائب رئيس وخمس أعضاء معناها هذول العشرين طالب أختار منهم طالبين واحد يكون الرئيس وواحد نائب الرئيس ضرب بدي أختار كمان خمس أعضاء وزي ما حكينا الخمس أعضاء مش يمحدديننا أو مش يمرتبيننا شو وظائفهم فبدأتكون بالنسبة لي توافيق بدي أختار خمس طلاب لكن قديش العدد بيضل عندي بما أني اخترت رئيس ونائب للرئيس من العشرين طالب بتبقى عندي من العشرين ثمنتعشر طالب فبتصير عندي تباديل العشرين فاصل اثنين ضرب ثمنتعشر فوق الخمسة بنفس السؤال عندي تباديل وطوافيق عندي جزء من اللي بدي أختارهم طريقة مرتبة والجزء الآخر مش يمحدديننا ترتيب لا إله فباجي بحكي تباديل العشرين فاصل اثنين باستخدام القانون هي عبارة عن عشرين مضروب على عشرين ناقص اثنين مضروب ضرب الثمنتعشر مضروب على خمسة مضروب في ثمنتعشر ناقص خمسة مضروب لو فكناها وبسطناها بتصير عندي عشرين ضرب تسعتاش ضرب ثمنتعشر مضروب على عشرين ناقص اثنين ثمنتعشر مضروب هاي ضرب بالنسبة انه ثمنتعشر هي عبارة عن ثمنتعشر مضروب ثمنتعشر ضرب سبعتاش ضرب ستتاش خمستاش أربعتاش وهي عندي 13 مضروب على الخمسة مضروب اللي هي خمسة ضرب اربعة ضرب ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد ضرب 18 ناقص خمسة 13 مضروب انبستها هي 18 مضروب 18 مضروب بتبقى عندي 20 ضرب 19 هي ضرب عندي 13 مضروب و13 مضروب بنختصرهم الخمسة ضرب ثلاث بعطوني 15 فبختصرهم مع الخمسة الاربعة بقدر اختصرها مع الستعاش بتبقى عندي اربعة الاثنين بختصرها مع الاربعة بتبقى عندي اثنين فبيضال عندنا من هذا الحد 18 ضرب 17 ضرب اثنين ضرب 14 معناته حاصل ضرب هاي القيم بمثلي عدد الطرق اللي بقدر اختار من خلالها رئيس ونائب للرئيس وخمس اعضاء من اصل 20 طالب نيجي على سؤال رقم 9 بحكينا بكم طريقة يمكن اجراء مباريات التصفي النهائية لكرة القدم من بين اربع فرق رياضية مباريات التصفي النهائية لكرة القدم من بين اربع فرق رياضية هون بالنسبة انه الترتيب مش ذاكرنا هاي الكلمة بما انه مش ذاكر لي كلمة الترتيب فبالنسبة لي بيكون الحل توافيق انا عندي اربع فرق بدي اعمل مباريات تصفي نهائية واحنا بنعرف المباراة بتتكون من فريقيا كل مباراة لازم يكون فيها فريقيا معناته من الاربع فرق بدي اختار اثنين فبالنسبة لي بتكون هي عبارة عن اربع مضروب على اثنين مضروب في اربع ناقص اثنين مضروب وتسوي اربع مضروب على اثنين مضروب ضرب اثنين مضروب الاربع مضروب هي عبارة عن الاربع وعشرين على اثنين مضروب اثنين ضرب اثنين مضروب ايضا اثنين فصار عندي 24 على 4 الجواب 6 وبهاي الطريقة بنكون حلينا هاي المسألة نيجي على سؤال رقم 10 بالنسبة لنا هذا السؤال شامل لكل الأفكار فلو جينا قرأنا السؤال بقول لي مجموعة مكونة من 7 إداريين و10 مهندسين يراد اختيار لجنة مؤلفة من 5 أعضاء معناته أنا عندي الأعضاء اللي بدأ أختارهم 5 عندي خمس أعضاء هذو اللي بدأ أختارهم من هذه المجموعة بكم طريقة يمكن اختيار هذه اللجنة في كل من الحالات الآتية في الحالة الأولى بقول لي يكون عندي في اللجنة 3 إداريين فقط طبعا بالنسبة لي عشان أحل هذا الفرع بدي بالفرع الف يكون عندي في اللجنة 3 إداريين فقط اللجنة بتتكون عندي من 5 أعضاء اللجنة مؤلفة من 5 أعضاء إذا هاي اللجنة كان فيها 3 إداريين كم عضو بتبقى عندي عشان تصير 5؟ بتبقى عندي 2 بده 3 إداريين طب الاثنين المتبقيين أجدهم يكونوا بالنسبة إنا مهندسين لأنه أنا المجموعة اللي اخترنا منها هي 7 إداريين و10 مهندسين بدي 3 إداريين فقط هاي 3 إداريين عشان يصير عندي عدد أعضاء هاي اللجنة 5 بدي أختار 2 من المهندسين هون بما إنه ما في ترتيب للخيارات فبيكون الحل بالنسبة إنا طوافيق فباجي بحكي الإداريين بالنسبة لي عددهم 7 عندي 7 إداريين بدي أختار منهم 3 ضرب عندي 10 مهندسين بدي أختار منهم 2 نشوف كيف حلها 7 فوق الثلاثة عبارة عن 7 مضروب على 3 مضروب في 7 ناقص 3 مضروب ضرب 10 مضروب على 10 ناقص 2 مضروب صارت عنا هون بالنسبة لي السبعة مضروب لو فكناها 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 مضروب على الثلاث مضروب قيمته 6 ضرب 7 ناقص 3 أربعة مضروب هاي ضرب العشرة مضروب العشرة مضروب هاي عندي عشرة ضرب 9 ضرب 8 مضروب على 2 مضروب اللي هي قيمته 2 ضرب 10 ناقص 2 ثمانية مضروب بقدر أختصر 4 مضروب مع 4 مضروب الستة مع الستة بتبقى عندي 7 ضرب 5 ضرب عندي هون 8 مضروب مع 8 مضروب بقدر أختصرها الاثنين مع العشرة بتبقى عندي 5 فبيضل عندنا 5 ضرب 9 وحاصل ضرب هاي الأعداد بمثلي القيم أو الطرق أو عدد طرق اختيار مجموعة تتكون من خمس أعضاء عندي فيها ثلاث إداريين واثنين مهندسين لو أجين هون على فرعباء بحكيلي أن يكون من اللجنة مهندسين فقط أنا عندي اللجنة فيها خمس أعضاء فرعباء بالنسبة لنا اللجنة بدي يكون فيها خمس أعضاء بفرعباء بقول لي هاي الأعضاء أن يكون من اللجنة مهندسين فقط يعني أنا بدي ثنين مهندسين عشان يصير عندي خمس أعضاء بدي أختار ثلاثة إدارية وهون زي ما حكينا الطريقة غير مرتبة ومش ذاكرنا مهام هاي الأعضاء فبالنسبة إلي بتكون طريقة الحل طوافيل فباجي بحكي عندي اثنين مهندسين عندي بالأصل عشرة فبدي أختار من العشرة اثنين ضرب الإداريين سبعة بدي أختار منهم ثلاث صار عندي اثنين مهندسين وثلاث إداريين مجموحهم خمس أعضاء اللي هي اللجنة اللي أنا بدي أختارها العشرة فوق الاثنين لو فكناها هي عبارة عن عشرة مضروب على اثنين مضروب ضرب عشرة ناقص اثنين مضروب ضرب السبعة مضروب على ثلاث مضروب في سبعة ناقص ثلاث مضروب هون بتصير عندي عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية مضروب على اثنين مضروب هي اثنين ضرب عشرة ناقص اثنين هاي ثمانية مضروب ضرب بالنسبة إلينا بتكون السبعة مضروب ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 مضروب على 3 مضروب 6 ضرب 7 نقص 3 اي 4 مضروب نختصر المتشابه بظلع لنا 5 ضرب 9 ضرب لو اختصرنا 6 مع 6 4 مضروب مع 4 مضروب ضرب 7 ضرب 5 فاحنا بالنسبة انه عدد طرق اختيار اثنين مهندسين وثلاثة اداريين اللي هي حاصل ضرب 5 ضرب 9 ضرب 7 ضرب 5 لو اجينا على الفرع اللي بعده جيم ان يكون في اللجنة ثلاثة اداريين على الاقل ان يكون في اللجنة ثلاثة اداريين على الاقل بالنسبة لي بدي يكون في اللجنة ثلاثة اداريين على الاقل هاي معناها انه ممكن يكون عندي في نفس اللجنة ثلاثة اداريين واذا قلنا زي ما حكينا اذا كان عندي في اللجنة ثلاثة اداريين بدي يكون عندي اثنين مهندسين السبب انه انا اللجنة بتتكون من خمس اعضاء فثلاث اداريين عشان اكملهم على الخمسة بدي اثنين مهندسين طيب هاي ممكن تكون ثلاث اداريين كلمة على الاقل يعني ممكن تكون ثلاث اداريين اربع اداريين خمس اداريين ست اداريين فبالنسبة لي بتكون ثلاث اداريين اثنين مهندسين ممكن تكون ايضا اربع اداريين بهاي الحالة كم مهندس بتبقى بدي اربع اداريين بتبقى بدي واحد مهندس ممكن يكون اللجنة كاملة خمس إداريين بهاي الحالة صفر مهندس ما بدنا نختار ولا مهندس هاي هي الحالة اللي بيكون عندي اللجنة فيها ثلاث إداريين على الأقل ممكن يكونوا ثلاث إداريين واثنين مهندسين ممكن يكونوا أربع إداريين ومهندس وممكن تكون اللجنة كاملة خمس إداريين هاي معنى كلمة على الأقل يعني أقل إيش بيكون عندي ثلاث إداريين الحالة الأولى بيكون عندي ثلاث إداريين الحال الثاني ممكن يكون عندي اربع اداريين الحال الثالثي ممكن يكون عندي خمس اداريين عشان اقدر احل هاي المسألة اذا كان عندي ثلاث اداريين واثنين مهندسين باجي بحكي هاي بدي اختار من الاداريين اللي عددهم سبعة بدي اختار ثلاث المهندسين عددهم عشرة بنا نختار اثنين زائد عندي اربع اداريين واحد مهندس الاداريين سبعة بدي اختار منهم اربعة المهندسين عشرة بدي اختار منهم واحد زائد خمس إداريين وصفر مهندس معناته الإداريين سبعة تختار منهم خمسة والعشر مهندسين ما بدنا نختار منهم ولا واحد وإحنا بظل علينا بس انفك باستخدام قانون التوافق وزي ما حكينا أن يكون في اللجنة ثلاث إداريين على الأقل اللي بتعمل إما يكون في اللجنة عندي ثلاث إداريين واثنين مهندسين أو أربع إداريين وواحد مهندس أو خمس إداريين ولا مهندس صفر مهندس وهي بيكون لدينا بالنسبة لنا الجواب بيظل علينا بس نفكها باستخدام قانون التوافق نجعل فرع دال أن يكون في اللجنة أكثر من ثلاث إداريين بالنسبة لي فرع دال أن يكون في اللجنة أكثر من ثلاث إداريين يعني أنا بدي أكثر من ثلاث إداريين يعني ممكن يكون باللجنة نفسها أربع إداريين وممكن يكون خمس إداريين طب إذا اللجنة كان عندي فيها أربع إداريين كم مهندس بنلزمني ما احنا بنعرف أنه اللجنة بتتكون من خمس أعضاء أنا عندي أربع إداريين عشان يصيروا خمسة بدي واحد مهندس طب بالنسبة لي إذا كانت اللجنة بتتكون من خمس إداريين ما بدنا ولا مهندس هيك اكتمل عندي عدد هاي اللجنة فباجي بحكي اربع اداريين وواحد مهندس الاداريين عددهم سبعة بدي اختار منهم اربعة ضرب المهندسين عددهم عشرة بدي اختار منهم واحد زائد بالنسبة ان الاداريين سبعة بدي اختار منهم خمسة المهندسين عشرة بدي اختار منهم سفر وهيك بكون حلية السؤال انه ان يكون في اللجنة اكثر من ثلاث اداريين اكثر من ثلاث اداريين معناها يكون عندي اربع اداريين او خمس اداريين او باجي بحط مكانها جمع اما اربع اداريين او خمس اداريين اذا كان عندي اربع اداريين عشان اللجنة تصير خمس اعضاء بنقصني عضو واحد هذا العضو بدي اختاره من المهندسين فبختار مهندس اذا كانوا خمس اداريين هيك اللجنة صارت كاملة بتتكون من خمس اعضاء معناه المهندسين ما بدي اختار منهم فبيكون اختيار منهم سفر وهيك بنكون حلينا هذا الفرح لو اجينا على فرحها ان يكون في اللجنة مهندسان على الاكثر ان يكون في اللجنة بالنسبة لي مهندسان على الاكثر يعني اكثر اشي بدي يكون عندي مهندسين طب اذا كان عندي اثنين مهندس كم اداري بدي ثلاث اداري وممكن يكون عندي مهندس واحد لانه اكثر اشي ممكن اشوفه اثنين مهندسين واحد مهندس بتبقى عندي اربع اداريين لازم يكون مجموحهم خمسة لانه انا اللجنة بديها من خمس اعضاء وممكن يكون عندي صفر مهندسين مهندسين بالمقابل خمس اداريين فهون باجي بحكي عندي المهندسين عشرة بدي اختار منهم اثنين زائد العشرة فوق السفر ضرب السبعة فوق الخمسة وهيك احنا بنكون حلينا هاي المسألة نيجي على اخر فرع من سؤال رقم عشرة بقولي بحيث يكون رئيس اللجنة ونائبه من الاداريين وباقي الاعضاء مهندسين انا عندي رئيس ونائب هذا الرئيس ونائب الرئيس لازم يكون من الاداريين الاداريين انا عندي عددهم سبعة زي ما حكينا في بداية السؤال بما انه طلب مني رئيس ونائب للرئيس هون في عندي ترتيب والترتيب زي ما حكينا تباديل من السبعة بدي اختار اثنين بقولي باقي الاعضاء مهندسين طب احنا لجنتنا فيها خمس اعضاء كم عضو بظل عندي اكيد ثلاثة اعضاء هاي الثلاث أعضاء بدي أختارها من المهندسين احنا بنعرف انه عنا المهندسين عشرة وبيدي أختار منهم ثلاث مش قيلنا او مش طالب منا وظيفة هذول الثلاث أعضاء اخترنا التوافق فبكون بالنسبة لنا الجواب تباديل السبع فاصل اثنين ضرب عشرة فوق الثلاث ومنكمل حلها بفقنا باستخدام قانون التباديل وفقنا باستخدام قانون التوافق بالنسبة لنا سؤال 11 واجب مطلوب منكم انت تحلوه نيجي على السؤال رقم 12 بقول لي مجموعة مكونة من 4 طلاب من كلية الصيدلة و 6 طلاب من كلية الهندسة في احدى الجامعات جد عدد الطرق التي يمكن من خلالها اختيار لجنة مكونة من رئيس ونائبة و 4 أعضاء بقول لي في عندي شرط الرئيس ونائبة من كلية الهندسة انا عندي رئيس ونائبة وبالنسبة للي عندي 4 أعضاء انا طالب مني الرئيس ونائبة يكونوا من كلية الهندسة بما انه الرئيس ونائبة من كلية الهندسة وهذا شرط في السؤال انا عندي عدد طلاب كلية الهندسة 6 هي 6 طلاب من كلية الهندسة بدي اخطار من هذولة 6 طالبين بقول لي بدي 4 أعضاء طب انا الاربع أعضاء حكيلي اخطارهم من الهندسة حكيلي اخطارهم من الصيدلة مش ذاكر لنا عليهم ولا اي شيء فبالنسبة لي انا عندي 4 طلاب صيدلة وعندي 6 طلاب هندسة فالمجمل عندي 10 طلاب هذول العشر طلاب اخترت رئيس ونائبة من طلاب الهندسة فبالنسبة لي الرئيس ونائبة اخترتهم من أصل 6 اللي هم طلاب كلية الهندسة بدي اختار 4 أعضاء طب انا اخترت من العشر طلاب اثنان اللي هو الرئيس ونائبة وكم طالب تبقى عندي ثمانية من كلية الهندسة والصيدلة مع بعض بدي أختار منهم أربع أعضاء فبتصير بالنسبة لي ثمانية فوق الأربعة وبفكهم باستخدام قانون التبادل والتوافيق وبطلع معنا الجواب نعيد هذه المسألة لأنها كثير مهمة بالنسبة لنا بيجي بيحكي لنا عندي مجموعة مكونة من أربع طلاب من كلية الصيدلة وست طلاب من كلية الهندسة مجموعة طلاب الكلية عشر طلاب بقلي بدي أختار لجنة تتكون من رئيس ونائبه وأربع أعضاء معطيني شرط الرئيس ونائبه من كلية الهندسة الرئيس ونائبه من كلية الهندسة عدد طلاب كلية الهندسة ستة معناته بأنه جاي اللي رئيس ونائبه فبالنسبة لنا الحل تبادل بدي أختار من ست طلاب لكلية الهندسة بدي أختار اثنين من العشر طلاب بتبقى عندي ثمانية لأنه اخترنا اثنين رئيس ونائب بدي أختار من هذول الثمانية أربع أعضاء ويعطيكو العافية